اهلا وسهلا بكم في عادة الجلدية وتجميل معاكم الدكتورة اي هتكلم النهاردة عن مرض السكر وعلاقته بالجلد ممكن المريض يكتشف انه عنده السكر لأول مرة عند طبيب الامراض الجلدية ليه؟ لان المرض بيستخبى وراء بعض الامراض الجلدية اللي الطبيب ما بيقدرش انه يفسرها غير احتمالية الاصابة بمرض السكر وهنعرض لحضراتكم بعض الامراض الجلدية الشائعة اللي ممكن تكون موجودة في مريض السكر اول حاجة تكرار الاصابة بالدمامل والبصور والخلاليج نتيجة عدم قدرة الجسم على مقومة البكتيريا والدفاع عنه تاني حاجة الالتهابات الفطرية المتكررة وخصوصا حول الازافر وفي زوايا الفم واكتر الاماكن انتشارا هو سنايا الجسم زي بين صابع الايد او القدم والابط وتحت السدي وبين الفغدين واسفل البطن ولاحظوا معايا انه هو تكرار الاصابة يعني مش واحد عنده دمل هنقول ده عنده سكر ومش واحد عنده فطر معين يقول انه ده عنده سكر لأ الموضوع بيتقرر عليه رغم انه بياخد العلاج المناسب ليه ومع ذلك برضه بيتجيله تاني الكرح وصعوبة التقام الجروح الحكة والهرش نتيجة جفاف الجلد دعف الدبر الدموية تلف الاعصاب اللي بيعيق عملية التعارق والترتيب الطبيعي للجلد الشواك الاسود وهو عبارة عن ظهور اسمرار وخشونة بين تانية الجلد وخاصة عند منطقة القبط ومنطقة الرقبة وبيكون مصاحب ليه ظهور زواية جلدية وبيظهر الشواك عادة عند الاطفال اللي بيعانوا من زيادة في الوزن وسمنة بقع القصبة عبارة عن بقع بنية لامعة فتحة دائرية او بيضوية على عظم الساق من الامام وبتحدث نتيجة تغيرات في الاوعية الدموية بالجلد والبقع عادية غير مؤذية ونيدرة مما تسبب حكها ولا تحتاج الى علاج هنقول دلوقتي ايه هي النصيح المقدمة من طبيبة الجلدية لمريض السكر اول حاجة الحفاظ على مستوى السكر في الدم شرب الماء الكافي ارتداء الملابس الداخلية القطنية استخدام كريمات ترتيب باستمرار وخلي بالكم نقطة كريمات الترتيب عشان كمان الحكة البعد عن الصابون ومنظفات الكلوية يعني لما يجي يستحمى يستحمى في صابونة جليسرين بالنسبة بقى للعناية بالقدمين طبعا ارتداء الاحزية الصحية والمريحة التهوية جيدة للقدمين والتنشيف الدائم بين الاصابع بالمنادير الورقية والتخلص منها فورا خصوصا كمان لو مصحب ليها فطريات بين الاصابع عشان ما يستخدمش الفوطة وبعد كي يرجع يستخدمها تاني فييعدي نفسه تاني عدم الافراط في استخدام الماء الساخن اثناء الاستحمام والوضوء وما تنسوش لعجبكم الفيديو لايك وشير ليه لو لسه مشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان اوصلكم كل فيديو جديد بنزله ولو لكم اي سؤال اوصف صاري ياريت تسيبولي في التعليقات وشكرا اهلا تشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا